ربنا سبحانه وتعالى متعرفش تدعي يعني هم في ناس بتعتقد ان انا تأدبا طبعا مع الله سبحانه وتعالى لازم ادعي بألفاظ معينة وبكلمات معينة وبصيغة معينة اعيز اعرف من حضرتك هل لازم ندعي بصيغة معينة ولا كل واحد يدعي او يتكلم اك انه بيتكلم او بيطلب من الله سبحانه وتعالى السؤال جميل بالفعل ناس كتير بتسأل السؤال ده انا ما عنديش العبارات المنمقة يعني انا عشان ارفع ادايا ربنا انا لازم يعني يكون طالب كده باستحياء من ربنا سبحانه وتعالى اقول لكل الناس لا ادعي باللي في قلبك الراجل جيل حضرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال له اني لا احسن دندنتك ولا دندنتك معاذ يعني انت كلامك حلو واللي انت بتقوله جميل وسنة معاذ لانه كان بيقوم الناس بعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكان بقول كلام طيب و جميل فالرجل على الفطرة على الطبيعة خالص بيقوله انا ما عنديش الرونق في الكلام ولا الاسلوب اللي انت بتقوله ده طب سنة النبي يقوله غير او اتعلم قال له لا قاله ماذا تقول قال له اسأل الله الجنة واعود به من النار هم كلمتين بقول يا رب دخلني الجنة وابعدنا عن النار يوم سنة النبي يحط يدو على كتف الراجل كده ويدحك ويقول له حول كل هذا ندند يعني كل الدعاء بتاعنا حولين الكلمتين اللي انت بتقولهم انما سنة لما قال له غير او قال له روح تعلم لا ربنا عاوز منا حضور القلب الا من اتى الله بقلب سليم لذلك علمنا ادعو الله وانتم مقنون بالجواب ايه دعي بالله يجي على لسانك بالله يخرج من قلبك لان ده هو الصح ربنا عاوز منا ان احنا ندعوه ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين واحنا في هذه الايام افضل اعمال لربنا الدعاء واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني ربنا يتقبل بنا جميعا صالح الاعمال وربنا دايما يديم علينا الايام بخير وبصحة باذن الله